عقبات عدة وضعت أمام تطبيق قانون الوصفة الطبية الموحدة أولها كانت عقدة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يرفض تغيير الدواء عقدة شدد وزير الصحة على أنها حلت مصاعداً موقفه في وجه نقابة الأطباء بالقول الوصفة الطبية الموحدة مقابل فصل أتعاب الأطباء عن المستشفيات وإذا كان هناك من يتهمني بأنه أنا أبخالف القانون نعم أبخالف القانون ولكن لمصلحة المواطن لم تمشي الوصفة الطبية الموحدة في اللحظة ذاتها بعد عن قراري برجع بفصل أتعاب وبالتالي بيرجع ويقبض الأطباء مثل ما كانوا يقبضوا قبل ذلك الأمكانية للنقاش بهذا الأمر نجتمع مجلس دارة الضمان قرر التعديل أرسل التعديل سيرسل إلى وزير العمل له السلطة الوصائية والتالي لم يعد هناك مشكلة في الضمان العقدة الثانية كانت في الشكوك التي زرعت في الأذهان حول دواء الجنيسي أو الجنريك فما هو هذا الدواء؟ اليوم أي دواء بيصير فيه أول شيء استثمارات وأبحاث لحتى يصير فيه اكتشاف لدواء معين هذه الدواء بنعطاله حق أنه ما احنا بيقدر يصنع مثله لمدة عشرة أو عشرين سنة لحتى تقدر هذه الشركة اللي عملت هذه الأبحاث استرد الإثثمار اللي عملته وهذه حق مشروع من بعد عشرة أو عشرين سنة بيصير الشركات الأخرى من ضمن الأوانين العالمية بحقال لأنه تصنع مثل هالمواد اللي هي موجودة فيها هذه الدواء وبسموه دواء جنيسي التساؤلات حول ضمان جودة دواء الجنيريك كان الجواب عليها